شام ساوت جيت على صعيد ان هو بيجرب زي ما قال كده جابر في التشكيلة بتاعته اختار ان هو ينزل واتكنز على حساب ايفان توني شايفت فكرة ان هو ما يثبتش على تشكيلة معينة على اسماء معينة طول فترة البطولة الغد الوقت يعني شايف ده مع ضد نقطة سلبية نقطة ايجابية سلبية فكرة ان انت ما بتثبتش التشكيل او زي ما جابر قال ان انا داخل البطولة بجرب انا هلعب بمين ما ينفعش ان انا بقى داخل بشوف ان انا ملاعب ارنولد في نص الملعب هينفع ولا لا ما انا هفوت داخل البطولة زي كده عارف هو هينفع ولا لا واكتشف بعد دول المجموعات انه هو مش نافع وان انا بتدي لا ده انا محتاج معينه جنب ديكلان رايز في نص الملعب عشان دول اللي الزبطين نص الملعب وقدرين ان هما يكونوا يعني يخلوني مسك كورة تمام في حاجة تانية مشكلة ان هو حتى في تحركات اللعيبة جوه الملعب هو حتى مستثبت في تشكيلته يعني احنا شوفنا طبعا تريبيه اللي بلعب باك يمين زي ما عادل قال هو بلعب باك شمال طبعا انا عندي لوك شوقعي بره اللي ما كانش بيشارك دي حاجة التانية واحد زي فيل فودن فيل فودن قوته السنة دي مع مانشستر سيتي في مكانين ياما الوينج اليمين ويقصر لجوه ياما تحت المهاجم اللي هو ياما تلت في نص الملعب او حتى اللي احنا بنسميه صانيق العيب انا انا ما بحط وينج شمال انا بخسر فيل فودن بشكل كبير جدا الموتشين اللي انجلترا لعبتهم حلو النهاردة قدام هولندا النهاردة وقدام سويسرا الشوت الاول علشان هو لعب بطريقة ان خلى فودن حر في التحرك بتاعه تحت المهاجمين عايز تروح ناحية اليمين مع ساكا روح عايز تبقى في نص الملعب تحت هاركين روح مفيش مشكلة فده يخليك تستغل امكانيات في الفودن بشكل كويس النهاردة مثلا في التغييرات بتاعته الموتش اللي فات قدام سويسرا قرر ان هو ينزل ايفان توني وفي الموتش النهاردة قدام هولندا قرر ان هو ينزل واتكنز الفرق الوحيد بس في اسطوب لعب الفرقتين النساءاتها كان منتخب سويسرا يعني متراجع شوية في الاشواط الاضافية الرجع الوراء فيبقى توني بالنسبة له احسن لان توني مش سريع قوي في الجري بس جواه منطقة الجزاء في حتة الزحمة او الحاجات اللي هي ممكن تكون عشوائية او حاجات الانتحامات يعني يبقى يقدر ان هو يتعامل في الموضوع بشكل كويس واتكنز يقدر ان هو يكون عنده سرعة شوية وده اللي ظهر في الهدف اللي جابه ممكن يكون بيلمس الكرة قليل او ما بيلمسهاش تماماً بس هو نازل عشان الحتة دي بس ان كده كده منتخب هولندا شوية التانية بمساقة بقى احسن بيمس الكرة اكتر بيحاول نو يطلع لقدام فيه مساحات فيديو تورى انا عايز واحد بيجري اللي بيجري هيكون واتكنز عن ايفانتوني بس المشكلة الوحيدة بالنسبة لي التغيير بتاع كل بالمر اللي هو دايماً بيتأخر في تغيير كل بالمر انا مش فاهم الصراحة ليه ومش فاهم ليه ممنوع مثلاً واحد زي ساكة لو مستوى مش حلقه وماتش سويسرا ليه بحلقه بس ماتش النهاردة ما كانش كويس ايه مشكلة لما يخرج بالنجهام نفس الحكاية ايه مشكلة لما مستوى حيش يخرج هو تغيير كان هاري كين وخرج معه وما كان واتكنز وبالمر ما كان فودن وبالصلاحا ما كانش فودن يخرج خارج بالضبط وطبع كان اداءه كان رائع جداً هو غالباً كانت صعبية الكرة اللي شطها كان في القائم الشمال بالضبط هو كان من احسن دعيبة بس اعتقد ان هو كانت صعبية اعتقد فيه الضربة اللي خده في نص الملعب قبل التغيير بكم ديها ممكن تكون اثارت عليه اعتقد يعني غير كده طبعاً أنا ساكة دلوقتي بلعب وينجي يمين وعندي واحد زي كل بالمر واحد من افضل عيبة الدورة الانجيزية المرسم ده المشكلة ساكة بلعب واحدش هنزل ببالمر وبالمر كل ما بينزل مع منتخب انجلترا سواء بامكاناته الفردية هو على المرمى بيعمل خطورة او بيصنع لزميله فرص خطيرة بيقدر يجيبه منها هداف او يروح المرمى الخصو فدايماً كانت حس ان ساوس جيت ما عندوش حاجة ثابتة بيعملها لو انا بجرب وتشوف ايلا هيحصل يمكن تنجح يمكن لا